هناك من يتحدث أن مناسبة الاتصال بين زعيم تيار الصدري سيد مقتدى الصدر والمالكي لربما هناك شروط فرضات أو تنازلات قدمها الطرف الآخر من أحد هذه الأنباء يقول أن لقد تم التواصل إلى مرشح تسوية على تسمية السيد جعفر الصدر كمرشح لرئيس الوزراء وهناك من يقول حيدر العبادي طرح كمرشح تسوية وهناك من يقول أن الإطار فرض على زعيم تيار الصدري الشرق بعد تشكيل حكمه وهو إنهاء التواجد الأمريكي بشكل كامل مع أي طرح تتفق حضرتك؟ يعني أعتقد بأن هذه التسريبات ليست دقيقة نعم بخصوص السيد جعفر الصدر وكما يعلم الجميع هو شخصية محترمة ومن عائلة مضحية وبالتأكيد السيد المالكي وحزب الدعوة يعتبر السيد جعفر الصدر والده رحمه الله مؤسس حزب الدعوة وبالتالي لن يكون هناك اعتراض على هذه الشخصية وهو الآن يشقل منصب سفير العراق في لندن كذلك يعني ما يهم في الأمر بأن الأمور سوف تكون بالتوافق والتشاور بين الكتلة الصدرية وبين مختلف القوى الشيعية ومن معهم خارج إطار التحالف الثلاثي في تسمية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء طبعا أيضا بالتنسيق مع تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني هذا الأمر هو الذي يسير به الاتجاه لأنه يعني لنتكلم بشكل واضح التحالف الثلاثي الكتلة الصدرية الأخوة في تقدم وكذلك الحزب الديمقراطي لن يتمكنوا من تمرير رئيس الجمهورية على اعتبار أن الإطار التنسيقي الذي يضم مجموعة القوى السياسية الشيعية مع الاتحاد الوطني الكردستاني مع تحالف العزم هم أكثر من 130 نائب وبالتالي هذا الثلث بدونه لا يمكن تشكيل تشكيل الحكومة المقبلة على اعتبار أنه لا يمكن اختيار رئيس الجمهورية لذلك مفهوم الأقلبية السياسية في النظام السياسي العراقي هو من يمتلك الثلثين هو الذي سيستطيع أن يذهب إلى تشكيل حكومة أغلبية أما في هذه الحالة فإننا لا مناص لنا ولا سبيل لنا إلا بتشكيل حكومة ائتلافية ولكن بشروط مختلفة وببرنامج حكومي نشيط قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر